مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحقوق بحفوظة أحييكم اليوم من مبنى المحكمة العلية بمسقط حلقتنا اليوم هي استكمال لحلقات ناقشنا فيها أمور قضائية كثيرة عشان نتعرف على حقوقنا القضائية وأيضا نعرف سير الإجراءات في المحاكم الكثير يظن أن مجرد تسجيل دعوة في المحكمة وحضور الجلسات هو كافي وأن الدعوة هكذا انتهت ولكن اليوم بنستوضح معلومات مهمة عن التنفيذ مفهومه والإدارة العامة للتنفيذ التابعة للمحاكم في سلطنة عمان والتحديات والمستقبل نحييكم اليوم وضيفنا فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي القاضي بمحكمة مصقط البدائية ورئيس الدائرة القانونية بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء مرحبا بك فضيلتك أهلا وسهلا مرحبا بكم بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل شيء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بداية نشكركم ونشكر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وبالأخص برنامج الحقوق محفوظة على هذه الحلقات المتتابعة وتسليطه الضوء على مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وعلى السلطة القضائية وأهمية السلطة القضائية ودورها في المجتمع وكذلك على أهمية معرفة المتقاضين سواء كانوا من مواطنين أو مقيمين على هذه البلد المعطاء بالإجراءات القضائية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام مرحبا بكم فضيلتك مرة أخرى ونشكركم على ساعة صدركم اليوم نتطرق إلى موضوع التنفيذ لأن في الحلقات السابقة تكلمنا عن موضوع كيف ترفع دعوة وإجراءاتها وكل حاجة بعد ما ينطق القاضي بالحكم يعني تبدأ إجراءات جديدة فكثيرين يريدون أن يستوضحون بخصوص صدور الحكم ما هي الصيغة التنفيذية وهذا الإجراءات نعم وهو في الحقيقة يعني بعد صدور الحكم من المحاكم الإبتدائية وفقا لقوانين الإجراءات قانون الإجراءات المدنية والتقارية في القضاء المدني على المدعي أو طرف الدعوة أن ينتظر مدة معينة حددها القانون في القضايا التقارية والمدنية والعمالية وجميع القضايا عدى القضايا الشرعية عليه أن ينتظر مدة ثلاثين يوم من صدور الحكم وبعد الثلاثين يوم إذا لم يتم استئناف هذا الحكم أو الطعن فيه بأي شكل من أشكال الطعن في هذا الحكم فعليه أن يبادر بالذهاب إلى أمانة سر المحكمة ويتقدم بطلب الصيغة التنفيذية على هذا الحكم وفي هذا المجال طبعا إذا ما كان الحكم هذا تم استئنافه أو الطعن عليه بنوع من أنواع الطعن فعلى الذي صدر لصالحه الحكم أن ينتظر لحين بث محكمة الاستئناف كذلك النظر في هذه الدعوة وبذلك أصبح الحكم نهائيا في هذه الحالة وفور صدور الحكم في محكمة الاستئناف واعتباره حكما باعتباره حكما نهائيا هنا مباشرة يستطيع دون الانتظار أن يبادر صاحب الدعوة بطلب الصيغة التنفيذية لهذا الحكم ومن ثم الذهاب إلى قضاء التنفيذ لتنفيذ هذا الحكم في حالة استثنائية طبعا ربما تأتي في هذا الحكم الذي يتم استئنافه وانتهاءه من محكمة الاستئناف إذا ما طعن أحد أطراف الدعوة وعادة من يخسر الدعوة يتقدم بالطعن وهو الطريق الاستثنائي إلى المحكمة العليا ولكن ليس بمجرد الطعن يتم وقف تنفيذ الحكم وإنما كذلك على الطاعن أن يتقدم بطلب وقف تنفيذ الحكم في المحكمة العليا والمحكمة العليا تنظر هذا الطلب فإذا ما أصدرت قرارا بوقف تنفيذ الحكم فهنا يتم وقف تنفيذ الحكم حتى يتم البت في الطعن هذه الإقراءات بشكل متسلسل بدءا من صدور الحكم الابتدائي إلى حكم محكمة الاستئناف إلى صدور قرار من محكمة العليا إذا ما تم وقف تنفيذ هذا الحكم الآن في الصيغة التنفيذية التي ذكرتها فضلتك وهي الحيثيات الحكم بالتفصيل نعم ومعها ختم نعم على أساسها يقدر يروح وين بالضبط الحكم لصالحه نعم هو استكبالا الذي بدأت فيه فيما يتعلق بالقضاء نحن قلنا جميع القضايا المدنية عدى القضاء الشرعي أو العفوان الدعاوة الشرعية الدعاوة الشرعية هي فترة طلب التنفيذ فيها إذا ما كان الحكم نهائيا أو انتهائيا بعد مرور 15 يوما من صدور الحكم المدة أقصى المدة أقصى مراعاة لظروف الشخصية نعم بالنسبة للقضاء للقضاء الشرعية فبعد ما ينتهي ويتحصل ويتحصل الذي صدر الحكم لصالحه الصيغة التنفيذية مباشرة يذهب إلى قسم التنفيذ في المحكمة ويتحول هنا من مدعي إلى طالب التنفيذ تتغير الصفة مسمى الصفة من المدعي إلى طالب التنفيذ وكذلك المدعي عليه الذي خسر الدعوة يتحول من مدعي عليه إلى المنفذ ضده إلى المنفذ ضده يذهب إلى قسم التنفيذ ويفتح ملف آخر بقسم التنفيذ ومن ثم تبدأ إجراءات تنفيذ الحكم في قسم التنفيذ بعد فتح هذا الملف وينظرها أيضا قاضي فيها قاضي المسألة نعم نعم هو بالنسبة للتقسيم الإداري في المحاكمة الابتدائية تنقسم إلى عدد من الأقسام بما فيها قسم التنفيذ وقسم التنفيذ ملحق به عدد كافي من الموظفين يسمى محضري التنفيذ وكذلك يلحق بهذه الأقسام عدد كافي من القضاء هؤلاء القضاء يشرفون على أقسام التنفيذ وأعمال التنفيذ في المحاكم فبالتالي بعدما يتقدم طالب التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم الذي أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ يتقدم بطلب تنفيذ هذا الحكم مشمولا بالصيغة التنفيذية التي بموقبها يقوم قاضي التنفيذ ببدء الإجراءات تنفيذ هذا الحكم ما هي هذه الإجراءات تفضل لك؟ طبعا قبل أن نتحدث عن الإجراءات التفصيلية في هذا المقام هو التنفيذ نوعان ممكن نطلق أو نقسم التنفيذ نوعان فيه تنفيذ اختياري وفيه تنفيذ إجباري التنفيذ الاختياري عادة يقوم المنفذ ضده بتنفيذ الحكم حتى وإن لم يقوم طالب التنفيذ باللجوء إلى أقسام التنفيذ مباشرة بعدما يصدر قضاء الحكم وأصبح الحكم هذا نهائيا يبادر مباشرة الخاسر في الدعوة بتنفيذ هذا الحكم فمثلا إذا محكم ضده بمبالغ نعم يدعها للمحكم يبادر مباشرة يبادر مباشرة بإدعها للمحكمة إذا ما تم فتح ملف تنفيذ أو حتى في خارج المحكمة ولكن إذا ما يفيد يعني إذا راح خارج المحكمة يثبت ما يفيد أنه قام بالتنفيذ نعم يثبت في المحكمة يثبت بشتى أنواع الإثبات والإقرارات الأخرى فهذا فيما إذا كان هناك اختيارا في طريق التنفيذ فإذا ما تم اللقو إلى القضاء وفتح ملف التنفيذ مباشرة يقوم قسم التنفيذ نعم المحكمة بإعلان المنفذ ضده بالمبادرة بتنفيذ الحكم وإعطاؤه فترة زمنية حددت بموجب القوانين الإجرائية وهي مدة سبعة أيام سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالسند التنفيذي المشمول بالصيغة التنفيذية بما في ذلك الإجازات محسوبة نعم بما في ذلك الإجازات فيتم إعطاؤه السند التنفيذي مشمولا بإعلان الصادر من قسم التنفيذ فإذا ما بادر المنفذ ضده بتنفيذ الحكم كذا انتهى التنفيذ وأغلق الملف بقرار قضائي بانتهاء التنفيذ أما إذا لم يبادر المنفذ ضده بتنفيذ هذا الحكم هنا يبدأ طريق آخر في تنفيذ هذا الحكم وهو اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للنصوص القانونية التي أوجدتها كذلك قوانين الإجراءات الجزائية أو عفوا قوانين الإجراءات المدنية والتغارية أو حتى القوانين الجزائية إذا ما كانت الدعوة أو القضية جزائية فهنا مباشرة يبدأ القاضي باتخاذ التدابير أو الإقراءات القانونية الأخرى التي من بينها أو من ضمن هذه الإجراءات حبس المدين بالإكراه حتى تنفيذ الحكم ولكن ما جرى عليه العمل أن حبس المدين دائما ما يكون هو آخر مرحلة يتم اللقوء إليها بمعنى أنه إذا خاطب قاضي التنفيذ القهات المعنية بتنفيذ هذا الحكم ولنضرب مثالا في ذلك إذا كان الحكم متعلق بدين مالي هنا قاضي التنفيذ أو قسم التنفيذ بقرار من القاضي عليه مخاطبة البنك المركزي يتم مخاطبة البنك المركزي بصيغة الأمر القضائي بتحويل مبلغ المحكوم به في الدعوة أو مخاطبة إذا لم يكن هناك ثمة مال لهذا المنفذ ضده على سبيل المثال مخاطبة كذلك الإدارة العامة للمرور إذا لم يكن لديه مركبات مخاطبة كذلك السجل العقاري في منع من التصرف إذا لم يكن لديه عقارات مخاطبة كذلك السجل التقاري إذا لم يكن لديه بعض الأعمال التقارية مخاطبة سوق مسقط للأوراق المالية إذا لم يكن لديه أوراق مال أسهم أو سندات إذا لم يكن أيضاً اقتضى الأمر منعه من السفر يمنع من السفر في هذه الحالة إذا وطبعاً هنا إذا كان الشخص طبيعياً إذا كان الشخص طبيعياً وتبين أن ليس لديه أموال في عدد الجهات التي تمت مخاطبة فيها فهنا ربما القاضي يأمر وعادة يأمر بحبس المدين الحبس الإكراهي بموقب كذلك القانون إلى أن يقوم المنفذ ضده بسداد المبلغ الذي عليه بموقب الحكم أو بتنفيذ هذا الحكم أما إذا كان الشخص معنوي طبعاً يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة كذلك بتنفيذ هذا الحكم واللقو إلى إصدار أوامر حبس يكاد تصل إلى الرؤساء التنفيذيين أو المدراء التنفيذيين للأشخاص المعنوين هنا الأشخاص المعنوين مقصود منهم الشركات يعني نعم المقصود بهم التجار سواء كان تاجر فرط طبيعي أو المقصود بهم الشركات الأخرى سواء كانت الشركة شركة توصية هنا يتم مخاطبة أو إلزام الموصي الإداري وليس الشريك الموصي عفواً الشريك الإداري التضامن كذلك المسؤول عن الشركة سواء الشركة كذلك شركة شركة أموال أو شركة أشخاص شركة الأموال يتم أيضاً مخاطبة الممثلين القانونيين فيها بإلزامهم والمفوضين بالتوقيع إذا كانت شركات أموال بتنفيذ تلك الأحكام الحين عاد بنتخل في الأسئلة العملية في بعض الأسئلة متعلقة بالتنفيذ على الأشخاص وفي التنفيذ على الشخصيات الأتبارية بالنسبة للتنفيذ على الأشخاص في ثلاثة تسئلة السؤال الأول أوقات في الدعوة الأصلية كانت في المحكوم ضده كان لا يوجد له عنوان مثلاً فصدر الحكم عنه بالإعلان بالنشر كان الإجراءات التي فيه فبالتالي هو أيضاً ما عنده عنوان في التنفيذ علشان يبلغون عنه والسؤال الثاني إذا كان لم يتم الوصول إليه نعم هو سؤال قيد في الحقيقة وننتهز فرصة هذا اللقاء كذلك لنوجه رسالة إلى كافة المتقاضين سواء كانوا أفراد أو كانوا تجار وكذلك نوجه أيضاً رسالة للجهات المختصة من عبر حلقتكم المباركة في الاهتمام بالعنونة أو الاهتمام بإيداع العنوان الصحيح للخصم الآخر في الحقيقة ما تواقهه المحاكم كافة سواء على مختلف درجاتها وعلى مختلف أنواعها مشكلة العناوين مشكلة العناوين كثير ما نجد من القضايا يقوم المدعي بإيداع صحيفة الدعوة للطرف الآخر ويكون هذا الإعلان أو عنوان الطرف الآخر عنواناً غير واضح عنوان غير واضح اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل صاحب القلالة والحكومة الرشيدة اتسعت الرقعة العمرانية في البلد فما مثل أول يعني كانت القرى بسيطة وكل واحد يعرف الثاني اليوم محضر الإعلان هذا الموظف لما يأتيه تأتيه دعوة ويقال أن زيد من زيد الفلاني يسكن في ولاية السيب على سبيل المثال في منطقة الخوض الخوض واسعة الخوض فيها تقسيمات فيها شوارع فيها سكك فيها أرقام فما يعني نجد نحن من صعوبة مسألة وضوح العناوين وسبب عدم وضوح العناوين يكون عامل رئيسي في تأخير البت في الدعوة أو تأخير كذلك تنفيذ الأحكام لأنه لا تنعقد الخصومة سواء كانت في الدعوة الموضوعية أو في دعوة التنفيذ إذا لم يتم أو لم يكن هناك إعلانا صحيح للطرف الآخر فلم أكن مبالغا أن قلت أن بما نسبة 40% من القضايا المعروضة على كافة المحاكم نحن نجد فيها إشكالا في العناوين كذلك أنا قلت المناشدة أيضا للجهات المعنية نحن نجد أيضا الجهات المعنية المتعلقة بمسألة العنونة نجد في كثير من المناطق تخلو من عنونة فيبقى الصراع هنا المدعي يقول أنا اليوم سجلت قيت الدعوة وانتظرت أمدا لا بأس فيه لألبت في دعواي أو تقدمت إلى قسم التنفيذ وكذلك يعني هناك أمد من الوقت لتنفيذ هذا الحكم والمحكمة في صراع في صراع البحث عن المدعى عليه أو البحث عن المنفذ ضده صحيح هو لقى إلى القضاء والقضاء هو ملاذ للكافة فنحاول نحن بكافة الطرق أن نبحث عن الآخرين بينما أن هذا العبء ليس عبء المحاكم وليس عبء المجلس الشؤون الإدارية للقضاء وإنما هو عبء المتقاضين أو عبء المنفة طالبية التنفيذ ومع ذلك أتت التوقيهات من معال الشيخ إسحاق البوسعيد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية الموقر بالتعاون وبذل كافة الجهود فيما يتعلق بهذه المسائل لكي لا تتعطل الحقوق لكن نحن حقيقة نشاهد وربما أنا أسهبت في هذا المجال لأنها وقدت فرصة أن أطالب المتقاضين والقهات بالتعاون مع المحاكم بإعطاء العناوين الصحيحة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام أو فيما يتعلق بالدحاوات فإذا فضيلتك لا يوجد عنوان معناته سيعلن بالنشر أيضا كما صار في الدعوة الأصلية بالضبط إذا لم يكن هناك إعلان كذلك قاضي التنفيذ يأمر بإعلان الفرد الطبيعي أو حتى الشخص المعنوي بنشره عبر الوسائل وحسب ما أراد القانون السؤال الثاني اللي تعلق بتنفيذ على الأشخاص الطبيعيين هو مخاطبة الجهات تذكرتم من فضيلتك عدة جهات اللي يتم مخاطبتها هل يتم مخاطبتها دفعة واحدة ولا بالتدريج يعني مرة نجرب مع الإسكان إذا حصلنا شيء نجرب مع البنك المركزي نجرب مع سوق المال نعم ولا إيش الطريقة لا هو تتم المخاطبة دفعة واحدة دفعة واحدة دفعة واحدة عدل حبس عدل حبس مع عدل حبس وذلك للإسراء صحيح مباشرة تتم المخاطبة دفعة واحدة لكافة الجهات نعم للمبادرة في تنفيذ الحكم وإذا جادت جهات وردت إيجابيا يعني سبحان الله وقاتل المحكوم ضده هذا نعم ما شاء الله عنده إمكانيات فردت ردود إيجابية من عدة جهات والشرطة ذكرت أنه له سيارات مسجلة ومرهونة وغير مرهونة وهكذا سوق المال وغيره إذا كلهم ردوا رد إيجابي وقيمة المبلغ المطلوب دفعه أقل فكيف يتم التعامل مع هذا الموقف؟ هو بالنسبة للسند التنفيذي أو للدعوة التنفيذية هي يختلف الإجراء فيها أو التعامل فيها بحسبان الطبيعة فإذا ما كانت الدعوة تتعلق بالأمور المالية مباشرة يتم اللقوء إذا ما كان هناك لديها أموال في البنك فيصار إلى حقز المبلغ المطالبة ومباشرة أيضا إصدار قرار برفع جميع الحقوزات التي تمت أيضا في نفس الوقت ما زاد من مبلغ وكذلك مخاطبة كافة الجهات برفع الحقوزات التي قرر قاضي التنفيذ بالتحفظ فيها لتنفيذ هذا الحقوز إذن نحن خلصنا في هذا الجزئية التنفيذ على الأشخاص بعد الفاصل يا ترى ما هي الإجراءات المتبعة في التنفيذ على الشركات عدنا إليكم ومعنا ضيفنا فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي القاضي بمحكمة مصغط الابتدائية ورئيس الدائرة القانونية بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء وحديثنا اليوم عن التنفيذ قبل الفاصل كان سؤالنا فضيلتك عن التنفيذ على الشخصيات الاعتبارية طبعا في شركات مساهمة في شركات من أنواع التي ذكرتها مساهمة محدودة المسؤولية وغيرها من الشركات والتنفيذ يكون في الشخصية الاعتبارية على المفوضين بالتوقيع أو من يوثلونها قانونا فصراحة ما تلوحد طبعا طبيعي أن الواحد المحكوم لصالح أن يطلب حقوقه هذا الشيء طبيعي ولكن يتم إجراءات التنفيذ من بينها الضبط والإحضار أو يكون إعلان في جريدة صار فبالتالي هؤلاء الأشخاص لاحظوا أنه لدى مغادرتهم البلاد عسب المثال بالوسائل يعني منافذ المتنوعة يلاحظوا أنه يوجد يتفاجئوا أنه في عليهم حكم نعم فكيف يتم التعامل معهم؟ نعم هو بالنسبة أيضا للتنفيذ الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بالنسبة للشركات هي ذات الإقراءات التي يتخذها قاضي التنفيذ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأفراد لا يتم اللجوء إلى مسألة إصدار قرارات الحبس الإكراهي لتنفيذ هذه الأحكام وإنما يتم كذلك مخاطبة القهات الأخرى المتعلقة مثل ما ذكرنا بسوق الأموال أو البنك المركزي أو القهات التي شرحناها سابقا ولكن طالما أنت سألت هذا السؤال أيضا من المناسب أن ننوه للمشاهدين الكرام وكذلك للمتقاضين أن ما يحصل في التسلسل القضائي بالنسبة للدعاوة من الابتدائية إلى الاستئناف يعتبر الحكم الاستئناف حكما نهائيا فيقوم المتضرر من هذا الحكم بالطعن عليه في المحكمة العليا مع طلب وقف تنفيذ هذا الحكم تستقيب المحكمة العليا للاعتبارات التي تراها وتصدر وقفا بتنفيذ هذا الحكم لحين البت في الطعن ما يحصل أن يتم البت في الطعن وبعد الانتهاء من البت في الطعن مباشرة يذهب حسب النتيجة حسب النتيجة خاصة إذا ما رفض الطعن وأصبح الحكم نهائيا باتا يلقى طالب التنفيذ اللي هو تحول من المدعي إلى طالب التنفيذ إلى قسم التنفيذ لتنفيذ هذا الحكم مباشرة اليوم الثاني اليوم الثاني فلن أصبح الحكم خلاص نهاي فمباشرة يقوم قاضي التنفيذ باتخاذ الإقراءات القانونية التي ذكرناها ما يحصل أن الطرف الآخر لديه معلومات بأن الحكم تم وقفه من المحكمة العليا وكما تعلمون أن المحكمة العليا من يقوم بمتابعة سير إقراءات الدعاوة فيها محامين بحكم القانون وليسوا أفراد أو أشخاص معنويين تابعين للشاركة محامين أحيانا نحن حقيقة لا نريد أيضا ننسب اللوم على أحد ولكن هذا واقع أن المحكمة العليا تنتهي من الطعن برفض هذا الطعن ولا تكون هناك متابعة مستمرة لا تكون هناك متابعة مستمرة من قبل أطراف الدعوة فما يتم أن الطرف الآخر الذي هو خصم الشركة الاعتبارية سواء كانت شركة أموال شركة أشخاص شركة مساهمة أين تكون هذه الشركة يلقوا إلى قضاء التنفيذ قاضي التنفيذ مباشرة يستكمل الإجراءات التي بدأها بعد صدور الحكم الاستئنافي لماذا؟ لأنه بعدما صدر الحكم الاستئنافي بحكم القانون أن الحكم هنا نهائي وبالتالي الذي صدر لصالحه الحكم ذهب إلى قضاء التنفيذ وفتح ملف فتحول طالب التنفيذ والشخص الآخر الاعتباري منفذ ضده وبدأت الإجراءات في الأثناء يتم وقف تنفيذ هذا الحكم يتوقف قاضي التنفيذ بعد انتهاء الطعن يبدأ قاضي من حيث انتهى من حيث انتهى وين متوقف يواصل يواصل بالإعلان وبالمخاطبات فهنا أحيانا حقيقة الأمر يتكون نوعا ما من إن صح التعبير من الغيبة للمنفذ ضده بما صار إليه قرار المحكمة العليا ففورا يبدأ إجراءات التنفيذ الموقف الذي هو في المنافذ في المنافذ هذا موقف المنافذ أيضا لا يتم إلا تأكدي أنه بعد استباق الإجراءات الأخرى التي يقوم بها قاضي التنفيذ من مخاطبات البنك المركزي والقهات الأخرى إذن رسالتنا للمتابعين الكرام أنه في الشخصيات الاعتبارية الحرص على متابعة قضاياكم إذا كانت موكلة إلى محامين ومتابعة أو الحرص ببلاغ محامينكم أنه أول ما يصدر أي حكم في تنفيذ أو في وقف تنفيذ وبعدين صدر في حكم نهائي بضبط بلاغنا فورا عشان إذا فيه تنفيذ ترى مو ضد الشخص هو مفوض بالتوقيع هو مفوض بالتوقيع دوما هو يبلغ الأصحاب الشان بالتنفيذ نعم فهذا السبب تفسير موضوع المنافذ البرية والمسؤولين عن الشركة وهي القطوة الأخيرة صحيح هي الفطوة الأخيرة نحن فيه سؤال ثاني يتعلق أيضا بتنفيذ على المنافذ بما نتكلمنا عن هذا الموضوع أنه لماذا لا يوجد مكاتب لتنفيذ الأحكام في هذه المنافذ يعني مثلا واحد عليه في أربعين ريال أو حتى عشرة ألاف هو منعم عليه وبأي سبب ما نفذ الحكم في المنفذ البري عنده استعداد يدفع أو في المنفذ الجوي هل فيه آلية ستستحدث في هذا الشان نعم هو أيضا هذا السؤال قيد وقيد أنك أثرته يعني نحن بتوقيهات من معالي الشيخ رئيس المجلس الموقر قام المجلس ببدء العمل أو كذلك استمرار العمل في الفترة المسائية في الفترة المسائية بأقسام التنفيذ ما الفترة أستاذ؟ الفترة المسائية من الساعة ثلاثة إلى الساعة ستة أو سبعة بمعنى أن أقسام التنفيذ الآن في محكمة مصقط نحن بدأناها في محكمة مصقط بدأنا الدوام الصباحي طبعا من السابعة والنصف للثانية والنصف كالمعتاد ثم يستمر القسم من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة أو السابعة كذلك باستقبال كافة الإجراءات والطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام بمعنى آخر أنا مداوم أو مشغول أو كذا أو تفاجأت أن في ضبط حوار أرسل أي حد أو أروح حرافقهم وفق القانون نعم وأسير أنفذ وتروح أنفذ نعم قبل الساعة سبعة المساء قبل الساعة المساء أو السادسة مساء وفي هذا الوقت أيضا هناك محضورية تنفيذ بعدد كافي وفرهم المجلس وكذلك قضاء التنفيذ عدد كافي موجود يعني الطاقم موجود للقضاء والقضاء المساعدين للقضاء اللي هم محضوري التنفيذ هذه الفكرة نحن بدأنا فيها في مرحلة قريبة جدا في فبراير في فبراير نعم وابإذن الله سوف تعمم على المحاكم دعونا نقول إن صح التعبير في المدن في السيب إن شاء الله تباعا في صحار في البريمي في نزوة في الصلالة في صور يعني استهدفنا المناطق الاقتصادية في صحار استهدفنا إن شاء الله تباعا نحن بدأنا في مسقط وإن شاء الله نحاول أن نبدأ تباعا إلى ذلك الحين يصير ينفذ من أي ولاية ينفذ هنا في مسقط؟ هو فيما يتعلق بالاختصاص التشريعي ونحن طلبنا ورفعنا أيضا للجهات المختصة في الاختصاص التشريعي لكن عودا إلى حديثك فيما يتعلق بمسألة المنافذ الحدودية أيضا إن شاء الله قريبا ونحن أيضا نزف هذا الخبر ويكون خصري أنه قريبا سيتم بإذن الله تعالى هيئنا المكان ورتبنا الأمور اللوغستية في إنشاء مكتب تابع في مطار مسقط الدولي وبقية المنافذ الحدودية والمنافذ الدولية أن يكون هناك موظفي تنفيذ محضري تنفيذ كذلك يتعاطون مع كافة القرارات المتعلقة بالتنفيذ في المطار ويكون الدوام كذلك في فترة 24 ساعة بمعنى صباحا مساء 24 ساعة وإن شاء الله سيارة نور قريبا بإذن الله تعالى معظم الأمور اللوغستية جاهزة أما في مسقط بدأنا خلاص نعم أتذكر أننا في 2017 سوينا حلقة في حق محفوظة بهذا الخصوص ونشكر جهودكم في تلبية هذا الأمر الهام للمتقاضين باركة هذا واجب الوقت مر سريعا وفي سئلة كثيرة لكن أحاول أختصرها قد لمكان في هذا العجالة أن نتكلم عن الأخبار مو بس منافذ التنفيذ بل أيضا عندكم نظام إلكتروني نعم فنتكلم عن نظام إلكتروني نعم هو بالنسبة للنظام الإلكتروني نحن في الحقيقة يعني المجلس يعني حال وحال الوحدات الإدارية للدولة يعني ينفذ بالمسارعة بالتوقيهات الدولة في التحول الرقمي والتحول الإلكتروني فنحن عملنا في هذا الجانب بعدد من الأنظمة الإلكترونية وهي فاعلة الآن في المحاكم بما يسمى نظام إدارة برنامج إدارة القضاء الإلكتروني وهو موجود في كافة المحاكم يتعامل مع الدعاوة إلكترونيا يعني يدخل موقع المجلس هذا نظام داخلي يربط أقسام المحاكم كافة كيف يلاحظ المتقاضين هذا الشيء؟ يلاحظ المتقاضين من خلال أيضا فتحنا منفذ لهم من خلال تطبيق في الهواتف يسمى منصة قضاء نعم نعم يسمى منصة قضاء منصة قضاء هو موجود تطبيق يستطيع كل شخص أن يقوم بإنزاله في التطبيق الإلكتروني في الهواتف الذكية هذا التطبيق يمكن كافة المتقاضين من متابعة سير إقراءات الدعوة بدءا من تسجيل الدعوة وماذا يصدر في هذه الدعوة ماذا يصدر في هذه الدعوة من إجراءات منصة قضاء نعم منصة قضاء هو موجود موجود هو يفتح الآن نعم وشغال هذا التطبيق نعم شغال يتمتع هذا النظام أو هذا التطبيق بمتابعة سير إقراءات الدعوة وحتى الحكم فيها بمعنى أن الدعوة سقلت اليوم قيدت اليوم يستطيع المتقاضي أن يدخل في هذا النظام ويعرف متى حدد الموعد لعقد نظر الدعوة وكذلك يعرف الغرفة القضائية المخصصة له جميل ووقت إنعقاد الخصومة كذلك يستطيع من خلال هذا التتبع معرفة ماذا يتم في الدعوة بمعنى أن الدعوة انعقدت اليوم أصدر القاضي قرار هذا القاضي بحجز الدعوة للحكم أو ندب خبير أو طلب خصم أو أي قرار قضائي مباشرة يستطيع صاحب الدعوة يعرف هذا القرار من خلال النظام ويعرف متى أقلت بما في ذلك التنفيذ هنا موجود بما في ذلك التنفيذ بما في ذلك التنفيذ أيضا هذا يعني إضافة إلى برنامج إدارة القضايا الإلكتروني التطبيق منصة قضاء معنى كذلك إدارة برنامج التنفيذ الإلكتروني وبدأنا كذلك في عدد من المحاكم الآن موجود وكل برنامج سواء برنامج إدارة القضايا أو برنامج التنفيذ الإلكتروني بالنسبة للبرامج الداخلية التي تسهل عمل خدمات وسرعة التداول للملفات بين القضاء والموظفين أتحن مجال للمتقاضين من خلال هذا التطبيق لمعرفة ماذا يتم في سير التنفيذ أو ماذا يتم في سير الدعوة طبعا بالنسبة للدعاوة اكتمل في جميع المحاكم عدل المحكمة العليا نحن إن شاء الله خلال هذه الأيام سيتم أيضا كذلك الانتهاء من أما بالنسبة للتنفيذ في عدد من المحاكم تم تطبيقه وفي منصة قضاء موجود التطبيق فالمحكمة التي يوجد وتم تفعيل نظام برنامج تنفيذ الإلكتروني يستطيع المنفذ ضده أو طالب التنفيذ معرفة ماذا تم في التنفيذ والرجوع إليها بسهولة أنا أختم بشيء أخير الذي نساعد فيه الناس لأنهم ما بين محامينهم وبين الجهة القضائية يوجد ما يسمى الاستشكال في القضايا له نوضح للناس إيش فكرة الاستشكال ويعني وجهة نظاره هو عادة يعني بعد ما يصدر الحكم ويتم اللقوء إلى قضاء التنفيذ لتنفيذ هذا الحكم تظهر هناك مواد خلينا نقول إن صح التعبير مواد قانونية تمنع تنفيذ هذا الحكم فعلى المنفذ ضده أن يتقدم إلى قضاء التنفيذ بالاستشكال للقاضي أن هناك أمرا حاله من تنفيذ الحكم فهذا الاستشكال يتم عرضه إلى قاضي التنفيذ ومن يقدر ذلك القانون وقاضي التنفيذ فإذا ما كان هناك استشكال حقيقيا يمنع المنفذ ضده من تنفيذ هذا الحكم فيتم صدور قرار قضاء في ذلك وهذا الاستشكال طبعا مؤقت هو ليس نهاية مؤقت بالمناسبة الاستشكال هذا يعطي الحق للمتقاضين هي أو قدرته تشريعات الإجرائية وبالتالي هو حق مكفول في الأخير إذا كان هو استشكال في غير محلة ترى يغرم يرفض ويغرم المستشكل ويرفض مباشرة ففيه عالية معينة بالضبط في نهاية حوارنا صراحة موضوع التنفيذ جدا مهم وأسلوبكم فضيلتكم كان سلس بالنسبة للتوضيح الإجراءات ماذا نتوقع في المستقبل القريب بخصوص التنفيذ ونبشر فيه المتابعين الكرام إن شاء الله ما تتوقعون أنه استكمال المنظومة الإلكترونية في كافة المحاكم في تفعيل برنامج التنفيذ الإلكتروني وبرنامج التنفيذ الإلكتروني هو مهيئ للربط مع 14 جهة حكومية بمعنى أنه سوف يتم الربط مع البنك المركزي وسوف يتم الربط مع السقل العقاري ومع السقل التقاري ومع الأحوال المدنية شرطة عمان السلطانية وسوق مسقط وكثير من الجهات بمعنى أنه مباشرة لما يتم طلب التنفيذ مباشرة قاضي التنفيذ يتم أو يقوم باستخدام هذا البرنامج آليا إلى الجهات في ثواني ويتم الرد سرعة الاستجابة فإن شاء الله هذا ما نعد به الجمهور والمتقاضي الكريم خلال الأيام القادمة بإذن الله وهو مفعل على فكرة في عدد من المحاكم وإن شاء الله سوف يتم تفعيله خلال هذه السنة أو قبل منتصف هذه السنة في بقية المحاكم كما أيضا إن شاء الله المجلس من خلال التحول للرقمي والتحول الإلكتروني أيضا إن شاء الله سيكون هناك قريب قريب جدا تدشين بوابة المحامين التي هي تمكن المحامين من تقييد دعاويهم أو الدعاوة من خلال مكاتبهم ودفع الرسوم وتبادل المذكرات نوفر البنزين والمسافات لا توفره كثيرا إن شاء الله هو الإيمان من الحكومة ومن معالي الشيخ رئيس المجلس بسرعة البت في القضايا وسرعة البت في تنفيذ الأحكام لأنه دائما كما نقول أنه العدالة الناجزة دائما تأتي في سرعة بالضبط في نهاية الحلقة صراحة أنا أوجه الشكر الجزيل للطاقم من مجلس الأعلى القضاء واللي ساعد على أن ترى هذه الحلقة النور وأيضا أوجه التحية والتقدير لفضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي القاضي بمحكمة مصط البتدائية رئيس الدائرة القانونية بمجلس الشئون لدارية للقضاء على وجودكم معنا وتوضيح مسائل في التنفيذ بارك الله فيكم وشكرا جزيلا لكم ونحن كذلك نهديكم الشكر في المقام الأول الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وبالأخص برنامج الحقوق محفوظة الذي نعتبره عونا لنا في تسهيل الإجراءات وتسهيل وصول الناس إلى حقوقها وهو عونا للقضاء بالتوعية وبث التوعية القانونية للكافة سواء كانوا أفراد متقاضين أو غير متقاضين شكرا على حسن ظنكم ونحن نعاون ونعين في تكريس ثقافة سيادة القانون في البلاد وكانت حلقتنا اليوم عن تنفيذ الأحكام تطرقنا إلى أنواع الأحكام ترى ويمكن تنفذ على شخصيات معنوية أو شخصيات طبيعية تعرفنا أن القضية لا تنتهي فقط بصدور الأحكام في إجراءات لاحقة هي إجراءات التنفيذ واستبشرنا خيرا في أخبار ممتازة اللي هي وجود تطبيق إلكتروني للقضاء وجود نظام داخلي في التقاضي يسهل الإجراءات وسرعة الاستجابة فيها هناك ربط بـ 14 جهة حكومية لتسهيل تنفيذ وسرعة حقوق الناس المحكوم لصالحهم وأيضا البشارة أنه في مسقط على الأقل سيكون متاحا منفذ للتنفيذ متاح في الفترة المسائية ما بعد الدوام من الساعة الثلاثة إلى الساعة السادسة أو السابعة مساء والأجمل أن هناك استجابة رائعة من المجلس على القضاء بخصوص استحداث منافذ للتنفيذ في المنافذ البرية والجوية في سلطنة عمان لتكريس سيادة القانون في نهاية هذه الحلقة أتمنى استفدتم من التعرف على ما بعد صدور الأحكام في سلطنة عمان وألقاكم في حلقة قادمة مع السلامة موسيقى موسيقى